موسيقى السلام عليكم ومساكم الله بالخير عزيزي المشاهدين مرحبا بكم حياكم الله من جديد في حلقة جديدة بمرامجكم وياكم مع سعيد ضيفتنا اليوم ضيفتها كل ما حطها في مكان كسرت الدنيا ما شاء الله في التاريخ في الكوميديا يعني الآن هي تتكلم اللي في القناة كلهم مستنسين جدا عليها تضحكوا ما شاء الله باسمكم جميعا نرحب بالفنان الكبيرة سفاء السلطان حياك الله الله يخليك يا رب لها كبيرة هاي شو كبيرة فنان الكبيرة لا لا الحلقة على الغرور نبواك الحلقة على الغرور بس أنا مدخلني أنا جاي شارك معك بالحلقة أنا مدخلني الكبيرة لا الكبر لله الحمد لله شرفتنا نوتي الله يخليك يا رب تسلم حباي يجمع خبراء علم النفس والباحثين أن الغرور والكبر آفة تسبب متاعب المتصف بها حتى قالوا تؤثر الناس المحيطين معه أو حتى تؤثر عليهم سلبية بشكل كبير وصفوها أنها من أعضاء المفاسدة الخلقية كم الأشخاص تحولت ثقة بنفسها إلى غرور وإلى كبر وكم إحنا ساهمنا في أننا عطيناهم هذه الصبغة وخلناهم يتلبسونها يا ترى ليتحمل مسؤولية إحنا أم ليتحمل مسؤولية هذا الشخص بأنه موقف عند المراية وشاف شكله وعرف حدوده وعرف إمكانياته موضوع حلقتنا مظاهر الغرور وإنبهار بالذات السؤال استبيان في تويتر تنقلب الثقة بالنفس إلى غرور عندما يبالغ في تقديرها أكثر من اللزوم نعم أو لا وباقي التغريدات تظهر عندي على الشاشة حياك الله من جديد نورتينا الله يساعدك يا رب قبل كل شيء الحمد للعسامة الوالد الله يسلامك يا رب سمعني يقول له ألا هو يحضرنا ها أنا وياك أوه يحضرنا هلأ الله يساعدني مساك بابا حبيبي شتقت لك كثير أسأل الله يحفظ الله يخليك طيب فنالة صفاء سلطان أين أنت اليوم وما هي أعمالك حاليا أنا من فترة بسيطة جدا يعني من حوالي أسبوع تقريبا خلصت تصوير مسلسل السلطان والشاه ومسلسل تاريخي صورناه بمصر من إخراج أستاذ محمد عزازية إنتاج الدكتور محسن العلي وتأليف عباس الحربي طبعا هو بطولة الأستاذ سامر المصري ومحمد الرياض وأنا ومجموعة كبيرة كتير من نجوم العالم العربي يعني فيه مصريين وفيه عراقيين وفيه سوريين عمل تاريخي عم بيحكي عن حقبة زمنية مهمة جدا عن السلطان سليم أثناء الدولة العثمانية والصفويين وأنا شايف أنه هو عمل كتير مهم طبعا هذا خلصت تصويره الحمد لله من أسبوع وأيضا عم صور بسوريا مسلسل بقعة ضوء بجزءه 13 كنت السنة الماضية أول مرة بشارك فيه وهي السنة عدت التجربة مرة تانية من إخراج أستاذ فادي سليم إضافة إلى عمل شبابيك من إخراج أستاذ سامر برقاوي كمان ثلاثيات بتتحدث عن مثل قصص حب أو زواج فاشل أو ناجح أيضا نوع جديد يعني هو مو حبس لا هو محكي عن الزواج فشل ونجاحه في إطار مسلسل وحاليا عم بقرة مسلسلات منها البدوي ومنها التاريخي ومنها يعني إعادة تاريخي مرة تانية والمصري والسوري لسه لحد الآن عم بقرة ما أخذ قرار لسه مية بالمية عشين رح أشتغل إن شاء الله جميل دام اقترية المسلسل البدوي عطينا مقطع بسيط طيب قول شيء أنا الحين جاي أخطب عندكم لأ لأ واحد الله يا زل من واحد فتت بمشهد عن جلد خليني أقولك شيء أنا حافظته خليني أقوله هيك بيت شعر بدوي خليني أقول لقي صايد سطرت بمعنى جميل ما خطرة يوم على عاشق أبد ما خطرت في قلب مصيوب عليل النار في قلبه هوشد تبدل أشعار مع شمس الأصيل واخترت اليوم بينك تبتعد صح لسانك صح لسانك صفقة صفقة لمعي لا وبي طيب لحالي عارش شوب عجب بنفسي أنا الهاشتاق الحين مولى يقولني بها تغني يا ناس أصبروا قالت تغني الآن تغني ايش رايك؟ بدغري هيك من أولها شبابنا شوي بس شوي يعطونا مجال يعني أنا ما شاء الله عليك سعيدة يعني أول شيء أنا سعيدة جداً إن أنا موجودة معك في هذا البرنامج ما شاء الله عليك يعني برنامج مكسر الدنيا والناس إليك متابعين كثير وفي الشهرانيين ومتابعين سعيد شواء الجيش الشهراني وكلهم يعني بعطولي أنه إحنا سعيدين جداً أنك أنت اليوم مع سعيد فأنا بوجه لهم تحية وبوجه تحية لكل المتابعيني أنا أيضاً اللي بحبهم كثير يخليلي إياكن لو لاكن إحنا كلنا ما منكبر وما منستمر الله يخلينا إياكن جميعاً بدون يعني يغني ها؟ السلام طيب رحقول شي عن الغرور شو رأيك؟ شو رأيك؟ نقول وسيقى لا لا تبهب الذكاء له الغرور تعوذ من كلمتنا خلك طبيعي مثلنا له الغرور تعوذ من كلمتنا خلك طبيعي مثلنا له الغرور الله أقرب شركة توقع معنا عقد يلا السريع سعيب ودير أعمالي تشرب طيب أنك ما شاء الله مثلت العديد من المسلسلات كوميدي تاريخي وين تحسين نفسك وين تجدين نفسك هل أشوف هي الأدوار الصعبة المركبة تستهوي أي فنان عنده القدرة يعني هو ممثل قوي أو ممثل واثق من نفسه فهو تستهوي الأدوار المركبة والصعبة ولكن أنا شخصيا كصفاء يمكن إلى الآن أنا ما أختارني بالمكان الصح المفترض أن الناس تعرفون عني والمنتجين والمخرجين بشكل عام يعرفون عني هن مكانين خلين نقول وأنا للأسف أنه أنا مو أدراني أعمل هذا الشيء لحالي يعني أنا مثلا مو أدراني أنتج هذا الشيء لحالي لهو أول شيء العمل الاستعراضي الغنائي يعني أنا قادر أن أمثل وقدم استعراض كامل وقدر أن أعمل شيء كوميدي يعني أنا مبقرن حالي طبعا أكيد لا بالسيدة شريهان ولا بنلي ولكن أنا أقول أني أنا ممكن أن أكون مثال مصغر لهذول الناس العمالقة المكان الآخر هو الكوميديا يعني أنا إلى الآن عملت تجربتين كوميديا إلى الآن عالقة في أذهان الناس ويرددوا كثير من الكلمات أو المشاهد اللي أنا عملتها فأنا هذول القالبين لسه ما نحطيت فيهم بالشكل الصحيح يعني أنا اشتغلت أعمال كوميديا بس أنه يكون فيه عمل مبين قدرتي الكوميديا إلى الآن مبين فأنا أستخدم هذا الشيء مثلا بالسوشال ميديا سناب شات انستجرام يعني أحيانا هيك أحاول أني يعني يشوفوني الناس بالجانب الآخر اللي أنا فيه وأحيانا بيتفاجأوا يعني أنا بيتفاجأوا فيني أنه هنا ما بيعرفوني هيك أنه أنا مثلا عندي روح كوميديا أو روح مريحة جدا جدا شخصية مريحة إيه فهذا الموضوع يعني أنا أتمنى طبعا أني ينحط بهذا القالب ولكن أنا مالي مستعجلة أنا صدقا ممستعجلة يعني الأدوار اللي عم بشتغلها كمان أدوار حلوة والناس عم بتحبها وعم تقدبها من كل قلبي وهذا المهم أنا بالنسبة للي جميل طيب أنتي كان حلمك تمثلين بالسينما وخلال ما شوفنا ورأينا أنك مثلتي صحيح حدثين عن هذه التجربة أول شيء أنت ما بصدق الرهبة والخوف من كاميرا السينما إيه إيه صدقا أنا أول يوم بدي فوت فيه على لوكيشن الأستاذ جود سعيد المخرج بفيلم درب السماء إحنا ننتهينا من تصويره مؤخرا لأن حوالي تقريبا شهر كنت في حالة رعب شديد وكأنني ولي أول مرة في حياتي راح مسل على الرغم أنه الطاقم العمل أنا بعرفه كله بس الكاميرا أنا خايفة منها دخلت لقيت الأستاذ العملاق الأستاذ أيمن زيدان كانت أولى مشاهدي مع الأستاذ أيمن زيدان حسسني بالراحة ريلاكس نحن هون بس بالسينما نأخذ وقت أكتر وفعلا كنت أسأله عن كل صغيرة وكبيرة ليه يعني عملوا هيك ليه ساوا هيك ليه طبعا مثل الولد الصغير اللي هلك أبو أس إليه تمام؟ إنه ليش ها؟ مشان يعني هيك طول قاعدة وأنا سعجة كويسة هلا أنا عم بسأل والأستاذ أيمن عم بيستوعب أوكي وعم بيجاوبني ولكن يمكن قال له محل الأستاذ أيمن بدي أخلي خلاصنا بقى بدي أعرف كل شي من أول يوم عرفت كان التجوة ممتعة جدا استمتعت فيها السينما شي مكتف يعني كتير يعني هو فن عميق يعني أنت ما لك مضطر تقول الكلمة وإنما عيونك هي اللي بتحكيها على شاش كبيرة عرفت كيف؟ فهذا الشي أنا مكتبعرفه هلأ تعرفت عليه الفيلم حلو القصة حلوة الدوري أنا عاملته كتير حلو إن شاء الله يا رب يا رب أنه ينال الإعجاب وهلأ هني بمراحل طبعا المونتاج والمكساج وقصاصي كلياته وأعتقد أنه رح يكون عمل مميز إن شاء الله يا رب يا رب يعني فين رح يكون عرضه بإذن الله؟ هلأ هو المفترض أنه هو طبعا أكيد بالسينما بسوريا أكيد رح يكون بدور السينما اللي بسوريا ولكن هو مشارك بعدة مهرجانات رح يكون موجود بعدة مهرجانات إن شاء الله يعني جميل طيب هل باعتقادك إن جنون الشهرة يقود إلى الغرور؟ جنون الشهرة حسب الشهرة راح تلمين حسب هلأ يعني نحن عم نعمل مسلسل اسمه جنون الشهرة ما زبوط أنا باطلة المسلسل صورنا عدد لا بأس به من المشاهد ولكن رح نستكمل تصويره إن شاء الله بشهرة اثنين حسنا بستعديل بالنص في هيك شوية صياغة بعض الخطوط الدرامية الموجودة طبعا هو إنتاج أستاذ محمد أمين إخراج قارو إراراد ومجموعة كبيرة كتير من النجوم من مصر والأردن وسوريا ولبنان أنا عم بعمل دور ممثلة نحن عم نحكي عن كواليس حياة الفنان اللي الناس أحياناً بتكون عايشة بشو بدي إيقلك يعني حابين يعرفوا تفاصيل وفضول طبع الناس بحبوا يعرفوا مثلا إنه يعني إذا بلاحظ السناب شات أخذ المرتبة الأولى بالساحة السوشال ليش؟ لأن نحن بنمسك نحن الموبايل ومنصور حالنا يعني ما في حدا ما في وسيط ما في برنامج كاميرا وبرنامج وقناة لا أنت مباشرة عم بيشوفك المشاهد اللي بيحبك مثلا أو الجمهور اللي بيحبك مباشر عم تحكي معه بشكل مباشر جنون الشهرة عم بيحكي عن كواليس حياة أهل الفن عم بيحكي عن الإيجابي والسلبي في حياة الفنان عم بيحكي عن السلبي والإيجابي في الصحافة الصفراء والصحافة والبيضاء والنقد البناء والتجريح عم بيحكي عن هاي القصص وعم بيحكي عن إنه مثلا إذا نحط حطات فنان وإحنا كنا بنعرف هذا الحكي إذا فنان نجح وكسر الدنيا والناس حبته وأصبح يحقق ريتنج عالي في المحطات سواء في التلفزيون أو في البرامج فجأة بتلاهد هذا الفنان من غامض علمه إجته مصيبة طار اختفى وينه ما عاد بيّن وانتسى يعني وهي صارت زاهرة كتير كبيرة يعني ما بدي أذكر أسماء وإنما في كتير من الشباب والبنات اللي عم بيطلعوا ولكن فجأة بيروحوا بيختفوا على رغم أنك أنت ممكن تفتح أي قناة تلاقيهم بعدين فجأة ما بتلاقيهم تستيب تدور عليهم ما بتلاقيهم فجنون الشهرة عم بيحكي عن هذا الموضوع أنا دوري في اسمي مايا ممثلة مشهورة عايشة حياته مع أهله ببيته متما أنا صفاء أنا عايشة مع أهلي يعني بابا وماما وإخواتي نحنا عايشين أنا عايشة بعائلة يعني أنا بس أطلع برا البيت بصير الممثلة صفاء سلطان ولكن أنا بالبيت أنا صفاء وصفوقة وصوفي وصوص يعني اللي هنين أسماء الدلع تبعاتي بالبيت مع أهلي بتسو عندي الدنيا كلها كلمة الله يرضى عليك من بابا بتسو عندي الدنيا كلها كلمة الله يرضى عليك من ماما أهلي كلهم أخواتي فرحتي بما بطن وصف لما بشوف واحد من أخواتي نجح بشي أو صار معه شي منيح فأنا تماما هيك يعني أنا بالمسلسل عم أقدم هذا الجانب أنه هي بنت عادية عايشة حياتها ولكن هي برة فنانة وفنانة مشهورة ومحبوبة وتحدث الحوادث وشغلات موجي حرع المسلسل حرعون لأنه عم بينكتب لسه يعني عم بيتعدى لنهاية التعديل إن شاء الله فإن شاء الله رح مباشر تصويره بشهر اثنين ورح يعرض إن شاء الله بإذن الله برمضان 2017 نتضرب كل شغف بإذن الله إن شاء الله برأيك بدون أي مجاملة الناس يتابعون وشاهدون من أكثر غوراً الرجال أم النساء الرجال ليه؟ نساكين؟ هل أقول لك شغلة ما هو حسب أفهم الغرور سأقول لك شي أحياناً أحياناً إحنا منكون في مكان عام ومنقابل ناس بيجوا بدون يسلموا علينا فرضاً أو بدون يتصوروا معنا أو يعني أنا ممكن كون نفسياً أنا فعلاً محضرة أنا بدي أحكي عن حالي يعني ما بدي أقول إنه حداً عن رغم إنه أنا لو كنت بأسوأ حالاتي يمكن كثير من الناس اللي بيتابعوني بيشوفوني أو قابلوني بالحياة لو كنت بأسوأ حالاتي وحدا طلب إنه يتصور معي أو إني وقع أو إنه أعمل أي شيء أنا ما بقول له أبداً ولا بحب أكثر بخاطر حداً لأني بعرف شو هذا الإحساس إنه أنت شخص بتحبه كثير تقابله فبدأ تركو تتصور معه فيقلك لأ معلش سوري وفي منهم ما بيقول لأ سوري في منهم بيعملك هيك هلأ شفت أنا بعض من الزملاء وعاتبت ولمت وليش إنه أنا ما لي خلق الله 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 الناس ما بتستوع بأنك أنت ما لك خلق الناس أنت بالنسبة لهم ملكهم إحنا شخصيات عامة أنا أنت أي حدا بيشتغل بمجال الفن والإعلام وبيطلع على الشاشة وهذا المشاهد قاعد ببيته وأنت عم تخليه يشوفك غصب يعني هو اللي عم بيفتح القناة عم بيشوفك غصب يعني شكراً كثير إذا حبك وتابعك بالعكس هي من باب الشكر أنك أنت توقف قدامه وتحترم مشاعره وتصور معه لأنه هو بيحبك يمكن يكون ما بيحبك معجب فيك فجأة يصير حبيب لإلك ويصير في إلك متابعين من وراء وهذا الشي بعزز مهنتك سوري بالنهاية هي مهنتنا يعني إحنا بالنهاية هي مهنتنا إحنا بنعيش منها فما بدنا ننكر هذا الموضوع ولولا هون إحنا ما بنستمر لأنا بقصد طبعاً الجمهور المتابعين والمحبين رح قل لك ليش الرجل يمتاز بالغرور أكتر تصدري يعني صرت مساط في أكتر من حدا بيكون فعلاً هو عم يبدأ من الصفر وبيكون في منتهى التواضع والرقة أنا بحكي عن الغالبية العظمى من الشباب مو بس بالفن بكل المجالات بكل المجالات حتى ممكن يكون طبيب وممكن يكون مهندس وممكن يكون رسام أي مهنة كانت فهو بيبدأ شوي شوي أنه يعني وبترجى ومساعدة وا 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 إلى آخرية وفجأة بتزبط مع الأمور الله هيك بيبارك له وبتزبط أمور بعدين؟ خد شوف بقى إن شاء الله يقول لك مرحبا لا بيقول لك مسأنا أنا وين شايفك؟ الله 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 أي ممكن هذا إذا حابة بيسلم عليك هل إذا مو حابة بيسلم عليك بيمرع من جنبك؟ هاي أنا شفتها أنا شفتها بكذا موقف مو بس فناني مشا ماين قال إنه بس فناني لا مو بس فناني أنا صرت شايف أكتر من حدا في دكاترا في فنانين يليك مادة؟ يعني إنه ليه؟ ليه؟ شوف أنا بشوف إنه الكبر لله سبحانه الكبر وعباءتي من ارتداها قسمته التكبر والغرور مو لإلنا مو لعباد الله هذا الكبر والغرور لله عز وجل فقط فقط أنا هاي وجهة نظري وبيعتقد إنه الغالبية العظمى لهم نفس وجهة النظر جميل نستعد لكم معنا اتصال هاتفي معنا الأستاذة وفاء الشحي استشارية نفسية اجتماعية مساك الله الخير والنور والسرور أخي سعيد حياك الله وأنا سعيدة صراحة باستفضال في هذه الحلقة أنت شرف أنا أخوك والأستاذة والممثلة الرائعة والجميلة صفاء سلطان صراحة من أشد مع جميعها حبيبتي الله يخليك تسلمني لو سمحت أستاذ وفاء برايك أين هي مواضع الغرور في الشخصيات المختلفة؟ دعني أقولك على نقطة طبعا ثقة بالنفس هذه شيء جميل في الشخصيات الموجودة ولكن لما يصير عندك نوع من التعالي نوع من الأنانية شعور بالأهمية ومحاولة الكسب والربح ولو على حساب الآخرين عشق النفس وبصفة دائما منحوظة على الشخص هذه في علم نفس الشخصية نحن نطلق عليها مصطلح أو مفهوم الشخصية النارجسية طبعا النارجسية ليش يتمنى النارجسية؟ هي إبارة عن أسطورة يونانية لشخصية اسمها ناريس هذا شخص ورجل طبعا رجل خربت علينا أستاذ وفاق طيب هو كان آي من الجمال وقد عشق نفسه لدرجة لما رأى وجهة فيه منعكس على سطح الماء في البحيرة غرق الله ونبتت أيها نبتت مكانة ذهرة النرجس وذلك أطلق عليها الشخصية النارجسية وطبعا هي الشخصية مبوضة نوعا ما غير ذا يعني محبوبة المجتمع ولها صفات ممكن يعني ملحوظة وممكن الواحد بتهالة أنه يعني يتوصل إلى أن الشخصية هذه النارجسية وخلنا نقول الشخصية المغرورة يعني مثلا الناس يفهمونها بالمفهوم الطبيعي العادي وليس العلماء الناس نحن نسميها شخصية مغرورة طبعا الشخصية اللي هي المغرورة هذه لها صفات لابد أنك أنت بتعرفها من ناحية شو؟ تشس من كلامه متعجرف لغة الجسد عنده متعجرفة تشس أنه مهتم بالمظهر كثير ويلاحظ يعني كثير الشضور ودائما تشوفه ماركات عالمية شغلات أشياء والأنا الأنا عالية طبعا أكيد والماركات والأشياء هاي ليش؟ عشان يجتذب الآخرين باعتبار أنه هش من الداخل ولكن هو قوي من الخارج أمام الآخرين فيحاول تصنع ذلك وهذا الشخص كيف نتعامل معه برأيك طيب؟ هذا ما نتعامل معه نعم نعم هناك في أشخاص طبعا يحددون عدم التعامل معه لأنهم يكون عندهم نوع من عدم القدرة أو استطاعة في تكيف معه نوعية من الشخصيات لأنها شخصية متعبة هذا رقم واحد حتى أنك أنت تتعامل معه محتاج إلى الكثير من الصبر الشديد والكثير من القدرة على التعامل معه حتى في الألفاظ بحذر شديد والمحادثة لابد أنها تكون متعلقة بهو نفسه يجب أن تتحدث عنه هذا بداية تشعروا بأنه مهم في بداية الشوارع وفيما بعد فترة تحتاج إلى أن نتدمجه مع الآخرين حتى يرى وجهة نظر الآخرين لأنه دائما المغرور عند مشاكل في التمييز بين ذاته والآخرين أو رأيه الآخرين باعتبر أنه هو الشخص الوحيد الخبير في أشياء كثيرة في العالم ولا عنده بعد مسامحة ولا ينسى المواقف بالتالي صعب أنك تتعامل معه يعني هو مريض مرض صعب علاجه أصلا هو يعني طبعا مع التعود وخصوصا لو كان الشخص المقابل إلا من أصحابه أو من الأقربين إليه يستطيعون التعامل معه فنحن ذلك دائما نستخدم مفتاح وهو التعامل ليس مباشرة معه وإنما من خلال مقربين إليه اللي يقتنع هو بفكرتهم ليج وعادة هو المقربين اللي حوالي يعني يدورون في دائرة واحدة وهم من الذين يعجبون به وهو يعجب بهم للوصول إلى أهداف خاصة من خلالهم نعم يحب دائما يحب أن يصل إلى أشخاص معينين ودائما تلاقي عند مفاخرة بإنجازاتهم أو إنجازاتهم لأنه دائما يريد الحصول إلى الهدف الأخير وهو تحقيق ذاته الشخصية فقط لا غير يا دكتور وفاء نعم يعطيك ألف عافية وشرفتين هذا يقعد عليكم الوضوع ولكن إن شاء الله نحن مستعدين التعامل مع هاي الشخصية لو كان ما لدى على التعامل معها ولكن إذا استدعت تعامل معها يحتاج إلى كثير من الصبر والكثير من أنا ما بقدر أنا ما بدي تعامل معه والله لا يجمعني فيه لأنه أنا بالنسبة لي ما بقدر متشكرا أستاذ وفاء ويعطيك ألف عافية شرفتين أمرتين لك لا أنت تخيل هذه النوعية مثلا من البشر إنها تستلم منصب ويكون هو مثلا صاحب قرار مثلا فيه أمر مصيري في حياتك كيف أن يوصل لها؟ فلك أنت تخيل هذا تبكت تحكي فيه شعر وتعمله ألبوم غنائي تمدحه عرف شو وتحتار شو بدك تقول له أنت أجمل من رأت عي أنا ما شفت أزكى منك ليس معقوش وأنيق ليس معقوش وحلو ساعتك يعني لازم أنت تعمل لك قاعد تمدح بهذا الشخص وترضي غروره ستقدر يلبي لك مطلب واحد من مطالبك فتخيل الحمد لله يبعدهن عن المناصب أدول الناس المريضة في أي شغل هذا الأشخاص يحب يحب نجمع لكن أي شخص يمدحني عنده يكراني أنا والشخص هذا يقول لا تمدحونا أحد غيري حتى السعيدة تمدحونا وهو أحب الناس لي شو الحكيم لكن دعي عربك طول بالك سعيد أعزائي المشاهدين فاصل راجعين بإذن الله حياكم الله من جديد ونورتونا روح تويتر بس خليني قلدك قبل ما تروح تويتر يا جماعة الخير سعيد هيك كون عامل هيك بالفاصل على تويتر ها؟ أختار بقولوا يلا إحنا عشرين ثانية على الهوى أختار 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 وكثرتها كارثة وفعلاً لما تقولي التهذيب في الثقة في النفس ما بيعد نصابر واحد بالغرور هذا الكلام صحيح جميل جداً الثقة الزائدة والشعور الداخلي للكمال هو بداية الغرور فالنهاية أنت إنسان لديك العيوب الكمال لله سبحانه فقط نفس الكلام اللي أنا أقلته الكمال لله عز وجل فقط جميل جداً طيب الآن أنت فقرة مواقف موقف مر معك أضطريتي فيه تمارسين فيه غرور الأنفة أكيد صار كثير شوبي ترى الوالدي تابعنا الله يحفظ وكثير بسوي التصلاة بدخل الناس كلهم لا أنا أخبي شيء على بابا الله يحفظ أخبي شيء لا على بابا ولا على ماما أنا بقول لك أول ما هيك البنت تكبر هيك بصير بيسمحولها أن تفرض شعراتها مثلاً وهيك وتمشي معهم فتتعرض لمواقف يعني بتذكري أنك تماشي مثلاً بالسوق مثلاً بالشام ففي الغزل الشامي أو خين والتلطيشات بيسموها عرف شو أنه يعني فبيمرق من جنب الشب للبنة يقول له يجعل أمك حماتي يقبرني الله أنا عرفت الشوان المصلحات مثل الغزلها جميل زواج طبعاً بس أنا ما بعرف ليش يا سبحان الله أنا خيري دقت بالسقف النص سوري طبعاً من كتر ما أنا شايفي حالي مغرورة ما بتذكر ملامح الشخص اوه تخيل لوين يعني أي يعني هي صارت معي بس أنا وصغيرة أما بعدين حتى غزل بطر حدا ما بيسترجوا الغزة يتغزلوا فينا يقول لك المخرج بعدك صغيرة هاي كانت السنة الماضية يعني بس مشان الكذب طيب موقف آخر واجهتي فيه شخص مغرور كيف تصرفت معه جاهلته تماماً أنا شوف أنا طيبة جداً ممكن أغلب الناس اللي بتعرفني يعني أنا ممكن كون عندي زعل مثلاً أو مشكلة مع شخص ما أنا فعلاً بنسى تماماً لما بشوف هذا الشخص يعني فرضاً لا صمح الله صار خلاف ما بيني وبين سعيد حتى لو كان كبير أو صغير تتش ممكن يكون أنا مجرد أنه طلعت من هذا المكان نسيت اللي صار شفت سعيد فرضاً بعد سنة ست شهور هاي سعيد كيفك شو أخبارك وكأنه في شي فعلاً أنا صار معي هذا الموقف مع أحد الزملاء أنا كنت كثير يعني مستغربة يعني صارتت شو على شي ما يعني لا بيخصني ولا بيخصوا يعني فاتفاجأت أنه جيت يعني أنا عادة طبعاً الحمد لله قبل ما سلم ربك حميد قبل ما سلم يعني جيت فلقته يا حبيبي لا لا تقول شوف أنا خلاص أنت بحالك وأنا بحالي بس أنا ما بتعامل معك شخص قريب منك مثلاً لا رب مني ما صار الحمد لله ما في تجاهل لا 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 أبداً الحمد لله رب العالمي طيب طبعاً بالعيلي الوالد الوالدة إخوالي عمامي إخواتي لا 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 كله فيه هيك طيبة من جوه ما فيه غرور أبداً طيب باعتقادك فيه غرور إيجابي مثلاً الحين عالم وعندي إنجاز علمي أو فنان عندي أداة متمكنة وكل شاهد لي يحقق لي يغتروا شوي ما بيتسمى غرور ما يسمى؟ لا يتسمى ثقة بالنفس مثل ما قالت اللي بعتتنا على تويتر إنه فيه تهديد يعني أنا باعرف قدراتي أوكي وبيحترم هاي القدرات بقدر رد بشكل منطقي يمكن رد يبين إنه غرور ولكن لما يكون حدا غلطان معي أما إنه أنا مثلاً فرضاً خلينا نقول عالم مثلاً عالم ينصاب بالغرور ما حدا بده لا العلم تبعه ولا حدا بده اختراعاته صدقاً عم حاكيك لما يكون ضرب حاله وضرب شغله وضرب اختراعه بينما يكون هو عامل شي فضيع مثلاً وجاي عم بقول للناس بكل بساطة عن هذا الشي اللي هو عمله هذا يحترم وبينحب وبصير في له ناس بصير قدوة بصير آيدل للناس إنه هذا الشخص قدي هو يعني فضيع عمل شي مختلف عن البشر وبنفس الوقت هو ما تغير هو ضن مثل ما هو ما في أحلم بني آدم يضن مثل ما هو أنا من من سنة 2003 لما دخلت فيه على الوسط الفني إلى عامنا هذا في ناس قابلتهم بال2003 رجعت قابلتهم بال2017 صفاء كأنه ما تركتك كأنه مبارح أنا ما بتصدق مدى ساعاتي بهذا الموضوع هلا ما بعفو قصده أني مالي كبرانة يعني لا لا بس قصده أنه يعني تصرفاتي مثل ما أنا نفس طريقتي بالحكي بالحياة أنه يا متأخرين يا جواعي بعمل هيك أنا شوية دوشة مثل ما عملت لكم دوشة هون هيك بعمل باللوكيشن فمتل ما أنا يعني ما تغيرت الحمد لله من فضل رب العالمين أنا هذا بعتبره فضل رب العالمين عليه رضا أمي وأبي أنت الآن ما شايفي حياتك وعايشة كيف تعلم هذا الشخص مغرور أو لا؟ هي تصرفاته تصرفاته بتدل عليه هلا أنا مثلا مرة قابلت أحد المغرورين واجهته تقول له أنت بتحب أنك أنت ترضي غرورك بأي شكل من الأشكال يعني يحب مثلا هو مثلا عنده زوجة أو بس هو بيحب أنه كل النساء اللي قاعدين تتطلع عليه ليه؟ هو مبدو ولا واحد بس هو الهدف أنه كل هالنساء تشوف أناقته وهو قاعد في يرضي غروره يكون قاعد في مجلس مثلا فيه رجال فإنه والله أنت أحسن واحد بالعالم والله أنت أذكى واحد بالدنيا والله عن جد؟ يعني لازم كل الناس يكون معجبة بأفكاره وكلامه فأنا واجهته الحقيقة ما قدرت يمكن لأنه قدرت تواجه هذا الشخص لكن شخص آخر أنا مالي مضطرة أتعامل معه مالي مضطرة أشوفه أنا بديل وشي عنه ولكنه موجود انتهى الموضوع طيب إحنا نساهم في صناعة الغرور للبعض؟ بعض الناس إيه؟ ممكن مضطرين يعني ممكن فيه ناس مضطرة أنه هي تعمل هيك متى ما أنا قلت له كلا يعني ممكن يكون عليك مصلحة مع شخص ولكن هذا الشخص عنده هاي الصفة فأنت مضطر أنك أنت تجامله أو تقل له غصبا عنك يعني كان ديره الشكتون عنه عرفت شو بس أنت مضطر قدامه أنه ما شاء الله عليك ما شاء الله لأنك أنت بتعرف أن هاي الصفة موجودة فيه فممكن ممكن يكون فيه بس مو مية بالمية يعني يعني مو نحنا كل المساهمة بهذا الموضوع فيه ناس ما بتقبل حتى لو شو من كان ما بتقبل أحد المرات كنا في إذنت وجاء الشخص يوم لك في الورز ممكن حوالي مليون شوي عند شخص ثاني في الورز خمسمية ألف أبو مليون هذا يقول الثاني أشكلك على تواضعك معي وعلى استقبارك الجميل لي وهذا تواضع شرف وجودي بجانبك فقال الشخص الثاني لا عادي من حقي وفتهه وق 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 أنت الآن أشهر منها وأفضل منها ليه تعيش الجو هذا فقالت هي شي ما يخصك قلت مو ما يخصني سعني للعقل يعني أنت أفضل منها وتقول الكلام هذا وهي عاشة الدور لكن خليهم يصطفلوا من ما تقولون أنت ألا هي يعني أنه في 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 عالم في عالم يعني يعني أنا باستغربهم هذول بصراحة أنا باستغربهم جدا وهي حالة مرضية أنا بعتبره مرض هذا مرض وصعب العلاج حتى الله يعينهم بس تويتر احرقونا تقول أخت نوف أحمد نصف الثقة بالنفس عدم مقارنتها مع الآخرين صح طبعا مئة بالمئة لما أنت بكون عندك ثقة بنفسك عن جد لا تقارن حالك بحدا يعني هلأ في مثلا بنات بيكونوا بأول طلعتهم هيك أعمار 14 و 15 بيقولك هلأ أنا أحلى ولا هي أحلى هون عرف أنه في مشكلة أنه خليك عم طلع حالك أنت مقتنعة بحالك أنك أنت حلوة لا أنا شاكي حالي موحلوة طب ليه؟ يعني عد ناقش هذا الموضوع معي وخصوصي هذا العمر بيبقى حساس شوي بيبلش بمقارنة نفسه يعني ممكن لأتلاقي الشباب مثلا اكتار مثلا بيحبوا يكونوا مثل سعيد أنه أنا بشبه سعيد لا والله سعيد أحلى يا الله عرفت شو يعني بيكون أحلى في الشكل أو فيش شو بيعرفني شكل شين شو صحيح شخصية يعني يعني الثقة بالنفس بتبدأ من هذا العمر يعني نحن قبل نكون أطفال عن جد ما نمقدرين شو يعني ويمكن أهلينا نشوفها الثقة يعني أهلينا بيقولوها بس احنا مفاهمانين شو هي من هون بيبلش ببلش إما بيروح باتجاه الثقة بالنفس المعتدلة وأما بيروح باتجاه الثقة بالنفس اللي هي تصل لحد الغرور والمرض ولكن هي شوفها النسبة وتناسب في وطننا العربي بشكل عام هي نسبة ضئيلة جدا لا مقارنة ما بينها وبين النسبة المعتدلة كثقة بالنفس أنا عم بيحكي حتى فنانينا نحن نادر ما ندر ما تلاقي حدا أحيانا بيضرب فيوز براسه من كتر ما بيطلع وإما بيروح تلاقي الناس فبيضرب فيوز يعني أنه ممكن يكون نجن لأنه في عالم عم تركض وراه بالشارع أنه ليه؟ أهلا معاه خصوصياته مثلا أي يعني أنه العالم تدخل بكل حياته وتفاصيل حياته وما بيقدر يمشي بشارع فممكن يكون الحق معه على فكرة وممكن يكون لا يعني في ناس لسه ها هلا نعرفت لسه عم نقول لك مرحبا يا أفلان وبتلاقي أهلا أهلا أنه لا أطول بالك لا الله يرضى عليك لا حبيبي تقول أخت بشاير عبدالعزيز الثرق بين الثقة والغرور أحد السيف فإما أن تكون بياضا بثقة كلمة تواضعة أو سوادا بغرورك المتغطرس حلو الكلام جدا كثير حلو الكلام يعني أنت تلومين عندما يسوي كذا؟ طلعت هذه التغريدة ما تلومين أجل يعني أنت تقولين هو يسوي كذا؟ عشان أطلع الكلام الدرر هذه لأنه حزير جاءت يا عمي حط نظارة خلاص يقول شوية عاملية حط نظارة يا سعيد نحن لدينا فقرة نأخذ رأي الجمهور نطرح سؤال يلا حلو هل نشوفه؟ يلا طبعا والله من وجهة نظري يصاب الشخص بالغرور إذا مثلا اكتفى بكل شيء في حياته حصلة يعني ممكن يعني ممكن للناس بوقف التعامل معه كليا لأنه يوم بحكيك كأنه رفيعك يوم بحكيك كأنه من رسخ شومه فالشيء بأسرع علاقة معك فوقف التعامل معه وعامله مثل ما هو بدي عاملك لأنه بقدر غروره للعقل وهي الشيء مصيبة بالمجتمع لغرور يعني هما شوية ضعاف النفوس يعني يعني يحبوا الدنيا شوية يعني يعني زهو الدنيا بتاخدهم أكتر من الرجال أعتقد نياد نظرك هو حالي بتصيب شخص بغد ما زن كان رجل عمراء ما تلات لك لأنه هو يعتبر مرض أكتر ما هو إشي بيصيب شخص معين الله سبحانه وتعالى أرزقه بمتابعين أرزقه بمكان أرزقه بخير أرزقه بأشياء جميلة ما يحمد الله ويشكر عليها ردت فعله الغرور وكبر على الناس وشوفت حاله ودائما نحن في عندنا مثل دائما متداول حولي لكل نقول دائما الكبر لله وبنادم دائما صغيرهم ما ممكن أعرف من المظهر يعني ممكن أعرف من تعاملي معه أتعامل مع كلمة لا ممكن نشوف أشخاص نعتقد أنهم مغرورين بس بعد تعاملنا معاهم ممكن يعني نكتشف أنهم مثلك أنت يعني ممكن نكتشف أنهم طيبين وحبوبين يعني في أمراض كثيرة زي النرجسية والعظمة ممكن أحاول أتفاعل معاهم في حل المشكلة إن ما كانش يعني أحيانا في بعض الأمور بيبدأ التجنب هو فمش هلا حدي مغرور عليه مغرور عليه يعني مغرور من ردود أفعاله تظهر من طريقة كلامه من نظراته وفي نفس الوقت من ردة فعله يعني دي بالأخص بس تقدر تحكم عليه بس كشكل العام تقدرش تحكم على شخص من بره يعني لازم يكون بيتكلم أو لازم يكون بيزدر منه أي حاجة فبالتالي تقدر تحكم عليه بس حياكم الله من جديد عزائي المشاهدين الحين ما طليت أطلع عليك أنت طيب يقول لك إلى أي مدى السوشال ميديا التواصل الاجتماعي ساهمت في وجود الغروب بين الناس لا ساهمت في كشف الأشخاص المغرورين شميل مو بصناعة الغروب هلأ هو يشوف لك شغلك كيف يعني في ناس عندهم متابعين مثل ما هلأ بل شوية حكيت هاي القصة طبعا الخمسمائة ألف والمليون يعني 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 أنا أحيانا والله صدفة بلاقيق أنه قديش عدد الفولورز اللي عندي يعني أنا ببعت و بشوف أنا بقرأ التعليقات و بشوف اللايكات وأحيانا بكون عندي وقت برد هاي القصة يا أما إحنا منعتدل فيها أوكي يا أما إحنا منعتدل فيها يا أما فعلا متضربنا لكن اللي بيكشفنا هي السوشال ميديا بتطلع الشخص على حقيقة طبعا لأنه على الناس أنا بعتولي مساء مرات واحدة كتبت لي مشان الله أنا حلم عمري تردي فأنا بكل بساطة يا عمري أنت أنا آسفة كتير إن طولت ما رديت عليك لأني شفتها من يوم بعد طيب هذا الشي كشفني أنا كشخصية بدون ما تكون هي عم تتعامل معي بشكل مباشر أنا شو؟ يمكن فنانة تانية أو فنانة تانية يمكن ما شاف يمكن ما بس يمكن تردد أكتر مرة الطلب والفنان مثلا مرة بالنسبة لهذا الشخص نكشف ففلان أقول لها فلان يعني هي بالضبط كيف نحن أصلا بتنتشر حكاياتنا وقصصنا ورواياتنا تنتشر عن طريقة فلان أو فلان شفت صفاء سلطان عملت ساوت قالت تعرف شو؟ يعني هي الشي طبيعي تعرف شو؟ بتلاقي هلّا عن طريق الوتسااب بآخر الدنيا في أميركا ممكن يصل الخبر عادي تعرف شو؟ فهي بس ساعدت بالانتشار أكتر منو موضوع كشف الشخصية المغرورة جميل جدا نعطنا فقرة لأول مرة في هذه الحلقة تقرأت الصراحة مع سعيد وأنت أول ضيفة عندنا على حظي اليوم حليلات الآن مستعدة باختصار صفاء سلطان كم تحتاجين وقت لكي تتجهزين الخروج مع أصدقائك بسرعة عشر دقائق طيب صفاء سلطان كم من الوقت تقفين أمام المرأة ديئتين صفاء سلطان هل تغني وتمديحين نفسك وجمالك أم تتركي الأمر لآخرين أبدا عمري ما عملت صفاء سلطان هل أنت زوجة أم فنانة ناجحة فنانة ناجحة والزوجة ما في لا طيب صفاء سلطان أين تصنفين نفسك على السلم النجومية هاي مو أنا صنف حالي واحد لعشرة أنا بعتبر حالي ساتني بالأول بس الناس الحمد لله رب العالمي بحبتهم معتبرني عشرة لا موت والله العهل فكروني شوف لأن العنوان الغرور بطلت عرف جاود طيب صفاء سلطان ماذا فعلت لتاريخك الفني شو فعلت لتاريخي الفني لسه لسه دامي كتير هذا كله لسه 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 هذا ولا شيء لسه عم نبدأ من نتائج شخصية متواضعة محبوبة جميلة راضية عن نفسك وهذا السر تعلقك بين الناس ألف حمد شكر يا رب ودي حلقة تستمر ستة سنوات قدام لكل وقت حاشتاك بقى أطلع من البواب شفتم بيه يعملنا مغرورين لكل وقت كلمة أخيرة لمحبينكم وتابعينكم أول شيء بدي أقول أنا طبعا اليوم كل أصدقائي بالأردن عم بيتابعوك سعيد وعم بيتابعونا اليوم بالحلقة هاي وأصدقائي بسوريا بلبنان بمصر بالعراق بفلسطين بالإمارات بسعودية بقطر بالبحرين ما بديعد كل الدول العربية بدي أقول لكم شكرا كتير إذا تابعتوني ورح سمع لكم على السناب شات لليلتون رح سمع لكم على السناب شات بدي أقول لأهلي ربي سعد مساكن بكرا أنا وياكم على العشا بحبكم كتير شكرا كتير لألك سعيد شكرا لقناة الضفرة شكرا شرفنا سعدنا طبعا الجمهور هوين الاستبيان حق السؤال تويتر هلتنقل بالثقة بالنفس إلى غروره عندما يبالغ فيه تقديرها أكثر من اللزوم اللي قالوا نعم 77 إلى 23 يعني نفس الحكي تفقنا تفقنا شباب حبايبي مشاهدينا لازم نعرف أن في أفضل منك وفي أجمل منك وفي أحسن منك نظرية الوين مان شو هذه أنتت من زمان الغرور آفا تؤدي بصاحبه إلى ما يحمد عقباه دام الله سبحانه عطاك شيء عطاكم متابعين عطاكم محبين احرص على محبتهم على متابعتهم على أن تكون قريب منهم لأن هذا الشيء رح ينفعك بإذن الله في الدنيا والآخرة نلتقي بإذن الله في حلقة جديدة تصبحون موسيقى اشتركوا في القناة